نيابة عن سمو رئيس الوزراء افتتح مع الشيخ أحمد بن محمد الخليفة وزير المالية أعمال الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية بحضور وزراء المالية العرب وبمشاركة ما يزيد على 300 مشارك من الدول العربية كافة هذه الاجتماعات تأتي كفرصة للتشاور بين وزراء المالية والاقتصاد ومحافظي المصارف المركزية العرب ورؤساء المؤسسات المالية العربية حول كيفية تطوير أداء العمل الاقتصادي والمالي العربي المشترك في ظل التحديات التي تواجه الاقتصادات العربية صور من التقلبات كانت قد طرأت خلال الآوينة الأخيرة على الجسم التجاري في دول المنطقة والعالم والتي من أهمها هبوط أسعار النفط إلى مستويات غير متوقعة ما خلق الحاجة نحو إيجاد بدائل مختلفة عن الذهب الأسود كمصدر أساسي للدخل انطلاق وأعمال الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية التي سعت لاحتضانها البحرين للمرة الأولى جاءت بهدف توحيد الرؤى والجهود العربية في مجال الاستثمار والتنمية المستدامة إلى جانب الإسراع في صياغة فرص عمل جديدة للشباب العربي عبر تفعيل برامج تنموية متكاملة وذات ديمومة تنهي فرصة صانحة للجميع للتباحث في كل التحديات والنظر في كيف التعامل معها كل دولة لها ظروفها لكن أيضا في هذا التشاور فرصة للجميع بأن يسمع أيش الأليات المطبقة في كل دولة وكيف يستطيع أنه يختار أفضل ما يناسبه منها يأتي هذه الاجتماعات في ظل ظروف اقتصادية عالمية وإقليمية معقدة تباطأ في النمو في الناتج المحل الاجمالي عالميا ثم أيضا خفاض أسعار سلع الصادرات جميعها وبالصفة خاصة أسعار النفط لما ترك أثار كبيرة على المنطقة وهذا يتطلب اتخاذ سياسات إصلاحية جديدة فيما يتعلق بإصلاح المالية العامة من ناحية وإصلاح سياسات النقدية من ناحية أخرى خطط بديلة كان لابد من تهيئتها في مواجهة أي طارئ قد يحل ضيفا ثقيلا على جسد الاقتصاد العربي والخليجي على حد سوى أولا إعادة الهيكلة للإدارات المالية وأيضا لأسلوب وطرق الصرف كذلك لإيجاد الصناديق السيادية والتي تخدم الأجيال المستقبل كما أن أيضا هناك طرق وأيضا مصادر الدخل البديل والاستثمار فيها مثل البتروكيمويات ومثل الصناعات ومثل تطوير قدرات القوى العاملة الشابة في البلدان الخليج والدول العربية فيه إجماع واضح بأن كل الدول في المنطقة العربية الآن في أمس الحاجة للاستمرار بتسريع الإصلاحات الهيكلية الداخلية الابتعاد عن سياسات الدعم العام لسلع أو خدمات والتركيز الدعم للمستحقين مهم جدا أن منطقتنا الآن تركز على العمل العربي المشترك الاقتصادي كما تعلم أن مجموعة التنسيق العربية التي تضم جميع الصناعات العربية الحقيقة تقوم بدور كبير جدا في دعم التنمية في جميع أنحاء العالم وهي من فترة طويلة الحقيقة مهتمة بالتنمية المستديمة في كثير من الدول العالم في أفريقيا في آسيا في صميم مكامن المعضلات تتحفز الأدمغة للتجول داخلها لعلها تستدل أقصر الطرق نحو حلول مجدية لن يستعصي إيجادها مادام باب المنجيات من الاستراتيجيات قد تكفل بجلب وفير السياسات التنموية التي تقاس حسب نوعها وليس كم بها لتلفزيون البحرين محمد رشيدات